مرحبا شباب في هذا الدرس بالنسبة للمشتقات أو قوانين الاشتقاق المشتقات العليا وقوانين الاشتقاق للمشتقات العليا سنكمل إن شاء الله ما تناولناه في الموضوع السابق المشتقات العليا وقوانين الاشتقاق شباب إحنا المشتقات العليا مشتقات العليا خليها الآن إحنا نبدأ بقوانين الاشتقاق إنه كيف نشتق الاقترانات كيف نشتق الاقترانات والمقادير الجبرية كيف نشتق مثال الآن هون يطلب منا إيجاد المشتقة بدون التعريف العام بدون التعريف العام مثال إذا كان قافل سين يساوي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين سين تكعيب ناقص ثلاثة سين لاحظوا هنا جد السؤال نمطه بيقول لنا جد قافتها لسين فقط قال لي قافتها ما حكى لي وحدد لي أنه أستخدم قانون بالتعريف العام للمشتقة الأولى هون إذا أنا ممنوع أستخدم التعريف العام للمشتقة الأولى هون بدي أجد المشتقة مباشرة الآن الحل الآن بحط قافة حلسين هاي اللي هي المشتقة الأولى الآن هون سين تكعيب كيف بدي أشتق هذا المقدار بجيب الثلاثة في البداية يعني بنقول الثلاثة هنا قبل السين طبعا بصير واحد ضرب واحد ثلاثة ضرب واحد يعني أضربها في المعامل معامل سين وأنقص واحد من الأس فكيف بتصير ثلاثة سين هاي جبناها هون ونقصنا واحد من الأس كان ثلاثة ثلاثة نقص واحد بصير عندي اثنين إذن صارت ثلاثة سين تربيع نقص ثلاثة سين السين دائما مشتقتها واحد السين مشتقتها واحد يعني بالاشتقاق سين بتروح بتنتهي بظلي عندي ثلاث هيك أوجدنا المشتقة الأولى هيك أوجدنا المشتقة الأولى طيب احنا بدأنا بالطريقة هاي خلينا نوضح الآن بسرعة كيف المشتقات ناخذها مباشرة شباب مثال مشتقت إذا كان قاف لسين يساوي ستة مثلا على طول قاف فتح لسين كم تساوي سفر ليش مشتقت العدد الثابت تساوي سفر دائما مشتقت العدد الثابت تساوي سفر الآن إذا كان قاف لسين يساوي سين قاف فتح لسين كم تساوي مباشرة تساوي واحد هذه إذا كانت سين طيب نفس الإشي إذا كان قاف لسين تساوي اثنين سين قاف فتح لسين تساوي قلنا سين تصير واحد إذا اثنين ضرب واحد اثنين قاف لسين تساوي عشرة سين معناته قاف فتح لسين تساوي عشرة الآن طيب قاف لسين تساوي سين تربيع فإن قاف فتحة لسين تساوي اثنين بنجيبها قدام بنضربها بالمعامل هون اثنين ضرب واحد سين وفوق اثنين ناقص واحد اثنين ناقص واحد بظلي واحد بصير عندي اثنين سين لحالها اثنين سين بهذا الشكل مثلا قاف لسين تساوي خمسة سين تربيع معناها قاف فتحة لسين اذا تساوي اثنين ضرب خمسة لاحظوا كيف اثنين جبناها هون حطينا ضرب ما بنحط جمع او نتركيك اثنين وخمسين بتصير غلط اثنين ضرب خمسة سين اثنين ناقص واحد يعني واحد واحد اللي هي كم عشرة كلها عشرة سين قاف لسين تساوي ثلاثة سين تكعيب او ثلاثة سين أس أربعة اذا قاف فتحة لسين تساوي أربعة ضرب ثلاث سين أس نقصنا من الأربعة واحد بتصير ثلاث ويساوي اطنعش سين تكعيب هاي المشتقات سريعا اذا مشتقة العدد الثابت سفر يعني لما نشتق الاقتران به عدد ثلاث هون ثلاث خلاص بتروح يعني بالاشتقاق الآن مثال إذا كان قاف لسين تساوي سين تكعيب ناقص أربعة سين تربيع زائد خمسة جد قاف فتحة للواحد قاف فتحة للواحد ها هنا إيش جديد يعني لا مش إيش جديد أني حطيت الواحد لكن بدي أشتق اشتقاق عادي زي ما تعلمت هون وبعدين أعوض الواحد في المشتقة بصير الحل قاف فتحة لسين ساوي ثلاث سين تكعيب مشتقتها ثلاثة سين تربيع ثلاثة سين تربيع لأني نقصت واحد ناقص هاي النقص أربعة سين تربيع مشتقتها بجيب الثنين هون بصير ثنين ضرب أربعة ثنين ضرب أربعة سين ثنين نقص واحد واحد زائد الآن هاي زائد خمسة اللي هي شو مشتقتها سفر فتصير عندي النهاية إذن آخر إيش يعني ثلاثة سين تربيع ناقص اثنين بأربعة ثمانية سين والصفر بننهيها تروح هيك وجدنا المشتقة قاف فتحة لسين طب أنا بدي قاف فتحة للواحد بقول هيك قاف فتحة للواحد تساوي بعوض الواحد مكان مكان السين في كل المشتقة هون شو بتصير عندي ثلاثة في واحد تربيع مكان سين حطينا واحد ناقص ثمانية في واحد هاي معنى إني أوجد قاف فتحة للواحد يساوي واحد تربيع واحد ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص ثمانية في واحد ثمانية ثلاثة ناقص ثمانية سالب خمسة إن شاء الله تكون واضحة الفكرة طيب نأخذ الآن القانون الأول من قوانين الاشتقاق نأخذ القانون الأول هو قانون ضرب اقترانين اقترانين أو حاصل ضرب اقترانين نأخذ عليه مثال حتى نفهمه مثال طبعا هذا السؤال شباب هذا القانون من الأسئلة اللي دائما بيجي عليها في امتحان الثانوية العامة سواء الضرب أو القسمة اللي رح نأخذه بعد شوي قانون الضرب مثال إذا كان قاف لسين يساوي سين تربيع في اثنين سين زائد ثلاث جد قاف فتحة لسين ثم جد قاف فتحة للسالب واحد خلينا نشوف الآن طريقة الحل حل قانون قاف فتحة حلسين يساوي تبقوا شباب هون هذا اسمه الأول وهذا اسمه الثاني كامل هذا نسميه الأول أو الاقتران الأول وهذا نسميه الاقتران الثاني وبينهم ضرب حاصل ضرب هاي هاون ما فيه إشارة لا موجب ولا سالب يعني إنها ضرب يعني إنها ضرب فبقول الآن القانون الأول ضرب مشتقة الثاني زائد الثاني ضرب مشتقة الأول ضرب مشتقة الأول يساوي الأول ليش هو زي ما هو ما قال لي مشتقة الأول الأول فقط يعني بنقول الأول سين تربية ضرب مشتقة الثاني اللي بين القوسين كله هذا الثاني شو مشتقته الثنين سين تعلمنا من هون فوق إنه مشتقتها الثنين والثلاثة عدد ثابت مشتقته سفر إذن هون فقط اثنين هاي أو جد مشتقة الثاني زائد الثاني زي ما هو الثاني اثنين سين زائد الثلاث ضرب مشتقة الأول سين تربيع شو مشتقته اثنين سين اثنين سين فبحط هون اثنين سين يساوي الآن نضرب الأعداد هذا يعتبر معامل بضرب الثنين في معامل سين تربيع اللي هي بالأصل واحد هون زائد الآن هذا ثنين سين في ثنين سين زائد ثلاث شو بعمل هون مضروب بقوس إذن بدي أفك القوس طريقة فك الأقواس اللي تعلمناها بضرب الثنين في ثنين سين كمان بضرب الثنين في ثلاثة ثنين في ثنين أربعة سين هون الأسس في حالة الضرب تجمع هاي أسها واحد وهاي أسها واحد إذن واحد زائد واحد اثنين فصير عندي أربعة سين تربيع زائد ثلاثة في اثنين ستة ما في سين ثانية فقط واحدة إذن ستة سين صار عندي اثنين سين تربيع زائد أربعة سين تربيع زائد ستة سين الآن هون في عندنا إيش يسموه تجميع الحدود تجميع الحدود وهاي بنعرفها من العاشر ومن الأول ثانية ومن التاسع شو يعني لنتجميع الحدود يعني اللي أسسها زي بعض متساوية بنجمعها شو بنجمع ما بنجمع الأسس بنجمع المعاملات فقط ننتبه لهاي النقطة نجمع اثنين واربعة فقط اثنين واربعة ستة وسين تربيع ناخذها مرة واحدة سين تربيع ستة سين ما في غيرها إذن هذور طبعا جمعناهم خلص خلصنا منهم ستة سين ما في غيرها فبتنزل ستة سين هيك أوجدنا قاف فتحة لسين للاقتران الأول طيب بدي قاف فتحة لسالب واحد الآن يساوي نفسه هذا الاقتران بس بعوض مكان كل سين سالب واحد شو بصير عندي ستة في سالب واحد تربيع لأنه هون تربيع زائد ستة ضرب سالب واحد يساوي سالب بحالة التربيع بتروح بصير موجب يعني فستة ضرب واحد ستة الآن ستة في سالب واحد موجب في سالب سالب ما ننسى هاي ستة ضرب واحد ستة ستة ناقص ستة يساوي سفر هذا قانون ضرب اقترانين الآن احنا ممكن يجينا السؤال كمان قوسين مضربات ببعض قوسين كيف اعمل بدي اوزعهم او مباشرة على قانون الضرب مثال اذا كان اذا كان قافل سين يساوي سين ناقص واحد خليها سين تربيع ناقص واحد في ثلاثة سين زائد سين جد قاف فتحة لسين لاحظوا هون كل هذه الاسئلة ما بنقول فيها بواسطة تعريف المشتقة او عن طريق تعريف المشتقة لا مباشرة قاف فتحة لسين اذا هون بنطبق مباشرة على طريقة القانون تبع الضرب الآن هون قانون الضرب فبقول الحل قاف فتحة لسين يساوي الاول ضرب مشتقة الثاني زائد الثاني ضرب مشتقة الاول يساوي الاول شو هو سين تربيع ناقص واحد قوسه بنقوله ضرب مشتقة الثاني ايش هي مشتقة الثاني لاحظوا انا هون ما حطيت ضرب ليش لانه القوس يكفي القوس يعتبر ضرب شو مشتقة الثاني مشتقة الثلاثة سين ومشتقة السين مشتقة الثلاثة عفوا هنا ثلاثة سين تربيع خلي هي كيف صارت مع ايو ثلاثة سين زاائد سين تربيع مشتقة الثلاثة سين هي ثلاثة زائد مشتقة السين تربيع هي ثنين سين الآن زائد الثاني ثلاثة سين زائد سين تربيع زي ما هو ما قال لي مشتقة الثاني ثلاثة سين زائد سين تربيع بتنزل ضرب مشتقة الأول شو مشتقة الأول عندي سين تربيع مشتقة ثنين سين والنقص واحد سبر إذن ضرب لأنه حد واحد ما بحط قوس ما في داعي القوس وقل ضرب 2 سين ضرب 2 سين يساوي الآن لاحظوا هنا الطريقة عندي قوسين مضروبين ببعض وعندي هنا قوس مضروب بالمقدار فابدي الآن هنا أفك الأقواس سين تربيع في 3 وسين تربيع في 2 سين بعدين سالب 1 في 3 وسالب 1 في 2 سين نفس الإشي هنا 2 سين في 3 سين و2 سين في سين تربيع بنقول النواتج سين تربيع في 3 ثلاثة سين تربيع سين تربيع في 2 سين 1 في 2 طبعا زائد الإشارة لأنه موجب في موجب سين تربيع في 2 سين 1 في 2 سين في سين تربيع سين تكعيب هاي خلصت من ضرب سين تربيع الآن بضرب الناقص 1 في الحدين أيضا ناقص 1 في 3 ناقص 3 ناقص 1 في 2 سين ناقص 2 سين لأنني بضرب ناقص 1 في موجب 2 بصير ناقص 2 سين هي خلصت من أول قوسين زائد الآن باجي هون بوزع 2 سين على 3 سين وعلى سين تربيع بصير عندي 2 سين في 3 سين 2 في 3 6 سين في سين سين تربيع 2 سين في سين تربيع بضرب نفس الإشي الموجب 2 في موجب 1 إذن الموجب 2 سين تربيع بنجمع الأسس 2 زائد 1 طبعا السين تنزل 1 زائد 2 ثلاث إذن صار عندي 3 سين تربيع زائد 2 سين تكعيب 3 ناقص 2 سين زائد 6 سين تربيع زائد 2 سين تكعيب يساوي الآن بنجمع الحدود هون إذن قلنا تجميع الحدود تجميع الحدود ما بننسى هاي الخطوة تجميع الحدود الآن أبدأ بالحدود الأعلى اللي هي تكعيب 2 سين تكعيب مع 2 سين تكعيب موجب موجب 2 وموجب 2 إذن موجب 4 سين تكعيب هي خلصت من هاي ومن هاي من 2 سين تكعيب ومن 2 سين تكعيب طيب صار الأن باجي للتربيع عندي موجب 3 سين تربيع وعندي موجب 6 سين تربيع 3 و 6 9 9 والإشارة موجبة 9 سين تربيع عندي الآن هي خلصت من التربيع باجي على الحد لأس الأول أو اللي أسه الدرجة الأولى يعني سين اللي هي سالب اثنين سين ما في سين غيرها إذن بنزلها سالب اثنين مع إشارتها نهتم مع الإشارة سالب اثنين سين طلع عندي إيش كل ما ظهروا خلصت منهم ضاي للسالب ثلاث إذن هيك ونحلينا السؤال أتمنى أنه يكون الموضوع واضح لكم هذا قانون الضرب بالدرس اللاحق إن شاء الله رح ناخذ القسمة قانون القسمة يعطيكم العافية